السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي مرحبا بكم في قناة عبدالصامد إلكترو كما تشاهدون اليوم معنا هذا المكبر الصوت فهو من الحجم الصغير به خاصية البلوتوث كما تشاهدون الآن سوف أقوم بتشغيله بسم الله سوف أركب له هذه الفلاشة الفلاشة فيه شغال ومكبر الصوت فهو راكل في مكانه ولكن الصوت غير شغال كما تشاهدون الصوت غير شغال هناك مؤشر للصوت عندما يكون يتحرك فنستنتج بأن الصوت شغال وعندما يكون هذا المؤشر واقف في مكانه فنستنتج بأن الصوت غير شغال غالبا سوف يكون مشكل من الـ IC للصوت الآن سوف أقوم بفتح هذا المكبر الصوت لكي نكتشف المشكل ونحاول إصلاحه إن شاء الله كما تشاهدون أصدقائي هذا هو مكبر الصوت من الداخل هذه هي البوردة لتكبير الصوت سوف أقوم بنزعها من مكانها كما تشاهدون أصدقائي هذه هي البوردة لتكبير الصوت أو تدخيم الصوت كما تشاهدون وهذا هو IC الصوت رقم IC كما تشاهدون DDR 73 77 كما تشاهدون الآن سوف أقوم بنزع هذا IC للصوت وسوف أستبدله بواحد آخر الآن سوف أقوم بإفراغ هذه البنات لهذا IC لكي ننزع هذا IC للصوت من bloحق من البحر سوف أقوم النموح آخر أجل ترى لكي كذر ترى ترى مستو لكي سوف أقوم سوف أقوم التي سوف أقوم أقوم ترى الآن سوف أقوم بنزع هذا البرغي فنقوم بالضرب قليلا هكذا كما تشاهدون هذا هو الـ IC الذي به المشكلة الآن سوف أقوم بإحضار IC آخر كما تشاهدون أصدقائي هذا هو الـ IC المشابه له D, D, A 73 77 كما تشاهدون الآن سوف أقوم بتركيب هذا الـ IC هكذا سوف أقوم بإرجاع البرغي أولا من بعد سوف أقوم بإعادة تلحيم مكان الـ IC م Chief ما يشاهدون محبط 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 فيها سوف أقوم بإعادة تلحيم ترجمة نانسي قنقر 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 هكذا الآن كل شيء على ما يرام سوف أقوم بتركيبة هذه البردة في مكانها ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر الآن سوف أقوم بالتجريب بسم الله الآن المؤشر للصوت ظهر لي بأنه شغال موسيقى 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 كما تشاهدون أصدقائي المشكلة فهو كان من هذا الـ IC للصوت قمنا باستبدال واحد آخر فاشتغل معنا الآن لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو شكرا على متابعتكم لهذه القناة أدعمونا أصدقائي بزر اللايك والشارك في القناة وفعلوا زر الجرس جزاكم الله وخيرا إلى فيديو قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته